مش حاسين ان انتو سخنين شوية علي يعني يعني بحيس الناس بتكتب كومنتات بدري اوي 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 قبل ما يتفرغوا على اي حاجة في الحلقة يعني حلقة يا جماعة بدأت قلت عامل بتاعي بص يا جماعة اتنين حراسة هم دي لعيبة مش اغيرها خالص طبعا انا ما كنت شو اختيوم ريسكات تماما اللعيبة دي وفي لعيبة تانية انا كده اكتبوا لي بس في ايه رأيكم ان شايفين ايه اللي في ريسك في ريسكات وحشة وفي ريسكات تبقى لزيزة ايه رأيكم في ده ايه رأيكم في ده اكتبوا لي في كومنص على طول افتح لعي كومنتات كلها ايه كل ده لالفازلكة دي انت بتتفزك في مش عارب اي هو ما بدأت اي دفرانشل يا جماعة اي دفرانشل في الدنيا هو هو في فازلكة وفيها ريسك عارف ان في دفرانشل عن دفرانشل تفرق ولكن في الاخر انت بتاخد ريسك في حتة فمفهوم جدا ان انت بتلومني على اودوبير بس لو تفرقت عليه اتعرف ان دي هو لعيب كويس وممكن ياخد المركز اليمين ده ويبقى لعيب تقيل جدا جدا وهتشوفوا الكلام ده هي مشكلتي معها بس انه يبدأ هو لو بدأ هيركب انا متأكد لو بدأ بقى سولانكي موجود وهيبقى هيركب وهيبقى اساسي وهيبقى زي الفور قصته كلها بس انه هيبدأ وسط ان في جونسون وفيه كوريسوفيسكي وفيه الكلام ده كله لكن في الاخر انت طبيب اللي بتاخد ريسكات الحلقة دي انا بس بقريكم ان انا كنت بعمل الحلقة عشان اسمع منكم فدي حلقة اه اختيار فانا من الاخر كده هحط لكم تلت فرق لان انا بصيت على الفرق اللي من غير صراح لقيتها برضو مغرية جدا جدا يعني مش قادر ابدأ من غيره بس هي برضو من غيره حلوة اوي يعني فهحط لكم تلت فرق موجودين بس مش محتاجكم ببصوا على تلت فرق على طول محتاجكم بصوا على اسبابي في تلت فرق هتبع حلقة مش طويلة ولكن عايزكم ببصوا على اللي انا بحاول لوصلوا من الفرق دي عشان تقولولي رأيكم في فرقة من غير صلاح في فرقة بصلاح وفي سيبلوكوا الاماكن فاضية بتاعت اللعيبة وحطو لكم الفلوس قد ايه وعايز منك اقتراحات فبالتالي هتفرق على الحلقة دي مطلوب منك حاجتين تفرق عليك جدا جدا تلت حاجات تفرق عليك صلاح احسن فرقة من غير صلاح احسن ولا اختال لي اللعيبة اللي مكان ده وده اعمل لي اللي انت عايز وحط لك الملايين قد ايه واللعيبة اللي مطلوبة قد ايه هتبقى كل حاجة ظهرة واحنا نتكلم في الحلقة وبس كده بكرة بقى ممكن نعمل قبل الداد لاين لو انتم حابين لو حابين نعمل على التك توك فمحتاج الفيديو دي وصل لخمسمائة لايك ليه لاني ناس كتير جدا 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 بتتفرق على الحلقة ولكن الناس الكتير دي بلاقي منتين بس عاملين لايك فمحتاج اشوف لايك ستاعدكم على الفيديو لو عجبكم الفيديو لو انتم تفرقتوا وكملتوا الفيديو عجبك فعلا لو معجبكش مش عايز منك لايك بس لو عجبك الفيديو مش تازم يعجبك انك تعجبك اختيارات اللعيبة عجبك يعني تمام متقبل المحتوم متقبلني متقبل الكلام متقبل كل الكلام ده تمام دوس لايك على طول عشان الفيديو ده يوصل اكتر عدد الناس ممكن ولا بينادخل جواه تفاصيل حلقة عشان مش حايزة خليها حلقة طويلة انتروكة طويلة بس مش حايزة خلي حلقة نفسها طويلة بصيت على كومنتاتكو لقيت فيش هات حاجات منطقية اهمها ان انا هبدأ بسانشيز في الجول اللي في ناس كتير معترض عليه ولكن هو بنزالي احسن اوبشن وانا مختنع ان ماريسكا مع الوقت هيبدأ يطور ويادر يعمل كلينشيتس اكتر بكتير من الفترة الاولانية طبعا ولاقيتكو بتكلموا عن رامز دي فرجعت هندرسن تاني لقيت ان مطشطة مطافقة مع اا سانشيز فلاقيتهم اتنين هيبقوا حراسة اجمل في فكرة حرس المورمى دي اول حاجة الجزاية التانية ترينتا مفيش كلام عليه روبرتس مفيش كلام عليه جريفز مفيش كلام عليه لقيت لوك اا لوكا ديني اوبشن كويس جدا جدا من مطشطة كويسة فدول اربع مدافعين دول مفيش كلام عليهم تماما اه ومعهم مايكلينكو فدول خمسة مدافعين مفيش عليهم كلام تماما مطشطة مطافقة جدا هيبقوا زي الفل مفهمش اي حاجة نص الملعب روجز اساسي وسميث رو اساسي دول ناس على دينيوم طبعا لو عايزين ان تغيروا فيهم حاجة برضو قوليه في الكومنت ساعتي لكن دي لعيبة انا مش هفكر فتا غيرها دلوقتي بخط الهجوم في هالد وفي جواو بيدرو وفي نيكريس جاكسن الجوليادور الكبير العظيم اللي ان شاء الله تكون يعني ارفتي حلو عليه ويقدر يجيب جوال فدي كده فرقة تبقى تماما كده فرقة دي اصفى ثلاثة في نص الملعب ثلاثة في نص الملعب هاي دي خناقة فعندنا حلية في حل ها عارضه قدامكو دلوقتي الحل ده في لعيبة كالآتي الابشن الاولاني صلاح جارناتشو وبورنز وفي الابشن التاني اللي هو بيقول جوتا او لويز دياز اللي انتو عايزين انتنين نفس الحاجة بس انا انا مختار بالجوتا اكتر حتى لويز دياز بادئ احسن انا مختار بالجوتا اكتر ولكن لويز دياز او جوتا يعني واحد فيهم مع برونو ومع فودن تلاتة ضد تلاتة انت شايف مين فيهم هيبقى احسن ده السؤال او في اوبشن تالت خالص قدامك الفرقة اهي مفهاش ولا ده ولا ده ومعاك 25 مليون ونص حط للي فيهم الثلاتة اللي انت شايف جHY sweet and give brown!? جدا يا فراير احتيار نمرة واحد اللي هو ده بصلاح الاختيار نمرة اثنين ده من غير صلاح اكتب لي من هما التلاتة بتوعك اللي سعرهم مين خمسة وعشرين مليون بالاسعار بتعطي النهاردة. ده كده الاختيارات الموجودة. لو انت معطرد على الفريق الاساسي اصلا اكتب لي برضو في حتة الوحدة انك معطرد على الفريق الاساسي. اعتقد كده انا عملت يعني كل حاجة توضح كل حاجة. دي فرقة بتاعتي. وانا عايز رأيكو رأيكو مهمة جدا بالنسبالي. فتح لي حاجات كتير زي رامس ديل وزي فكرة ان لازم نبدأ بصلاح ولو ماشي ان الحاجات دي كلها بتخيل الواحد يفوق ويركز. فعايز اعرف رأيكو في الحاجات دي. لو شايفينه يتغير انك كنت عايز وراءنا على اودوبير. لسه محترموا بين اودوبير سميثرو اللي اتنين بلعبوا في نفس الحتة. ولكن هاخد قرار فيها. وعايزكو برضو تساعدين في قرار انا عايز انتم مش مختارين باودوبير. ولكن بص على الفرقة دي ومحتاج منك رأي في القصة دي. بالنسبة الهالند وصلاح في الكابتنة هنرجعتني عشان قصة عملها دي برضو بيغزي العين وهيلاعب هلن في الاخر وبقرة هيجي يحتفل معنا زي الفل وهيودع الصديق اللي مات عنده في العيلة هيودعه بهاتريك بقرة وهيبقى الدنيا تمام كابتنه ما اعتقدش يعني ما اعتقدش انه هيبدأ من عدك ويطلع يعني مش حاسس يعني خالص. فبالتالي كابتنه واعمل على صلاح لو انت عندك الاتنين يعني طبعا وشان تبقى متطمن لو ده راح يتعليه ده يبقى موجوده الكابتنم بتاعك لبقرة لكن اعتقد ان هلن بشكل اساسي دي حلقة سريعة جدا جدا في وقت قلال جدا جدا محتاج رأيكو فيها عشان تكون فرقة ولو عايزين بكرة على هتلاقي مبدأين لينك تيك توك تحت عملوا فالو عليه على طول واتنسوش توصل الفيديو ده لخمسمائة لايك عشان نقدر نعمل بكرة قبل ارد على كل اسئلة عايزين تسألوها على طول بس كده اشوفكم اتشاء الله في حلقة جاية سلام.